تدين وزارة خارجية مملكة البحرين وتستنكر بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق طائرتين مسايرتين مفخختين تجاه مطار الملك عبدالله في مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ما أسفر عن قوي عدد من الإصابات في صفوف المدنيين من العاملين والمسافرين ونتاج عنه كذلك أضرار مادية بسيطة وتهشم زجاج بعض الواجهات بالمطار في محاولات عدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية وتشيد وزارة الخارجية بجاهزية وياقضة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرتين المسيرتين المفخختين مؤكدة وقوف مملكة البحرين مع شقيقتها المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذ من إجراءات رادعة ضد من يحاول المساس بأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر